حلقتنا اليوم غزة في قلب الرب اخترت هذه الحلقة لانه في اقوال مشهورة او اشتهرت فيها المنطقة عادة بسموا غزة البلد المنكوبي او احيانا بيعطوها اسم الجحيم ولكن حلقتنا اليوم مخصصة للصلاة لانه ما في شيء من هذه الاستلاحات في مفهوم الرب للرب هي في قلبه في فكره في محبته واكيد الرب رح يسرع الى خلاص والى نجاة هذا البلد الجميل طبعا هذه الحلقة مثل ما ذكرت رح نخصصها للصلاة ورح ندعو اكبر عدد ممكن من مشاهدين انه يوقفوا معانا في الصلاة واكيد الصلاة رح تغير وتعمل امور عظيمة ثم احبائي ما هو دور الكنيسة اذا هذا الموضوع وكيف نتعامل مع المأساة كيف نتعامل مع المعاناة اللي بمر فيها شعب غزة احبائي خليني في البداية اقول انه الانجيل هو الرجاء لكل العالم واذا تعودنا انه نسمع اصطلاحات سلبية غزة المنكوبة الجحيم ما حدا بده غزة دام نسمع التعبيرات لا اسرائيل بدها غزة ولا المنظمة فاتح بدها غزة ولا مصر بدها غزة وحتى غزة من كوبة في داخلها بسبب النظام الموجود فيها ولكن اريد ان اقول انه الله بهمه النفس الله بهمه الشعب الله بحب شعب غزة الله عنده مخطط اكبر من المخطط اللي بحاوله السياسيين يرسموه الله عنده خطة محكمة منسجمة لخير وفائدة الشعب واحد من الايات المحببة على قلبي سفر ارمياء النبي اصحاح 29 آية 11 يقول الكتاب لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم يقول الرب افكار سلام لا شر لأعطيكم اخرة ورجاء الكلمة الاخيرة للرب الله هو السيد والمهيمن والحافظ الله هو الذي يرفع امة وينزل امة الله الذي يعين ملوك وحكام او يقيلهم ولكن علينا احبائي ان نطلب وجه الرب وان نصلي من اجل الرب من اجل تدخل الهي في الاوضاع الصعبة والحرجة جدا ودايما اكيد بعد النكبة وبعد المعاناة اكيد الله رح يحول كل الظروف للخير ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة